استقبل تيمور جنبلات في كليمونسو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات وتم خلال اللقاء بحث الاستعدادات ليوم السادس من أيار إضافة إلى كيفية عمل البعثة التي باشرت مهمتها في لبنان وستبقى حتى نهاية الانتخابات لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية بحيث سينتشر مئات المندبين في مراكز الاقتراع بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات للإطلاع وتلقي الشكاوى كما سينشر الاتحاد الأوروبي مراقبين في السفرات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين ترجمة نانسي قنقر